طبعا يا جماعتنا دلوقتي قلنا ان ال-ed اللي هيا بتتنطق بثلاث طرق قلنا يا اما id صريحة id اللي هو ال-short-e ولي صوت-ل ده يعني id زي wanted needed وقلنا ده بتيجي لما ال-word بتاعي ينتهي بتي او دي فعله خالص بسيطة تانية حاجة اللي id صوت-لد بس اللي هو في كل حالات ده ال-general rule زي ملكات الجنبها كده played cleaned ما نرش clean, need لأها cleaned cleaned arrived played كده طيب في بقى حلاء layer t يمدد نطق t ودي بصراحة حلوة او في l-accent كده بتميز يعني لو ال-verb بتاعي ينتهي بحرف voiceless اللي هو ما ممكن يكونوا اي t-p-f-k-s-h-p-h-t-h ممكن تركز في الاساسيين اللي هما t-p-f-k-s-h زي stop stopped طبعا انا عملها here t فتبقى stop 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 فتباين لو في جملة كأنك منا تقاطيش اصل فبتحصل هنا بقى ايه حوارات كتيرة بقى ولاخبطة وكده وانت تفهم ممكن تسفع في المجنبي تفهم الالتكلم في المدارع واصلا يصد ماضي حاجة كده finished finished خير اما حاجة هتعملش ايرفلو جامل يا لون finished تقولش كده finished stop like that بس احنا انا ببقى باين اليرفلو عشان باين ناخدها تيك فبقول stopped finished كده لكي ناس stop finished like that اه ده بالنسبة للجزء فيه تمارين في الوزر كده الندوك اللي معاك اللي هي الافعال انت تكتب بس انت نضيقتي جنبا